اللقاء بيجمع سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مستشار سيادته للتخطيط العمراني اللي هو أمير سيد أحمد واللي هو إهاب الفار الرئيس اللي هي الأندسية القوات المسلحة واللي هو أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية القوات المسلحة واللي هو أركان حرب كريم سالم كرم سالم رئيس مجد دارة الشركة الوطنية للمقاولات المتحدث سفير بدسام قال إن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة للحفاظ على البيئة في إطار إدارة وعادة تدوير المخلفات الصناعية موضوع جديد انت خالي هنتم تكلم مبارح كنا نتكلم على إيه وأول مبارح كنا نتكلم على إيه أنا بس عايز حضراتكم ترجعوا معنا يوم بيوم نشاط الاتحادي أو نشاط الرئاسة أو نشاط الرئيس اهتماماته خريطة للاهتمامات الرئاسية كل يوم من خلال أقدر أراها من خلال اجتماعات سيادته مع أعضاء الحكومة أو الجهات المختصة والموضوعات اللي بنقشها لو أنت تركز إنه من يومين موضوع الأطراف الصناعية مبارح المؤشرات الاقتصادية النهاردة بنتكلم على المخلفات الصناعية يعني حضرتك لو تجي تعمل عملية تعميق أو تجميع عميق وقراءة في هذه الاجتماعات هتجد إنه هناك خطة شاملة الموضوع مش ماشي بشكل عشوائي هنعمل النهاردة لأ إحنا عارفين هنعمل إيه بكرة النهاردة كان الاجتماع اللي حضروا زي ما قلت حضرتكم السادة الكرام المتخصصين في هذا الإطار بنتكلم على منطقة شق التعبان المنطقة اللي فيها صناعة الرخام وتقطيع الرخام وبلطات الرخام وبلوكات الرخام تاريخيا إحنا عارفين هذا كلام إنه بيتم العمل بشكل يدوي بشكل تقليدي بشكل كلاسيكي الرئيس والمجموعة الوزرية المختصة قرروا إنه منطقة شق التعبان تبقى منطقة صناعية بحق فيها طرق فيها معدات فيها ورش فيها أجهزة فيها قيمة مضافة أنا بس مش أقطع بلوكات رخام من الجبل وصدرها برة وترجع لتاني رخام مصموع ومسقول بملايين الدولارات أنا ببيع بعشرات الألوف من الدولارات وبدفع ملايين الدولارات عشان أستوردها فلذلك تدشين وإنشاء ورش ومصانع ونجيب خبراء من برة للتصميم وعملية الرسم وغيره ده رفع من قيمة المنتج قيمة المولى وأنا مبارح كنت بتكلم على تعميخ الصناعة أنا بدأ المصدر بلوكات رخام وبقطعها بالمناشير أو أقطعها بالتفجير أو لأي كلام من هذا القبيل وحطها على العربية الناء اللي تطلع على الميناء وتحط شك شك تحط على المركب تروح يقطعوها هناك الجماعة الطليان والأسبان والأوروبيين والصينيين ورجعوه لي تاني وأنا مبسط جداً أقول لها أنا جايب من أسبانيا وهي جايب منين؟ جايب من مصر من شاء التعبان فكانت أوجه الدولة إن إحنا كفاية علينا إن إحنا نهدر مواردنا بأبخص الأسبان يلا نعمل قيمة مضافة يلا نصنع يلا نغير ده اللي الرئيس عملوا في شاء التعبان وبدأنا نرى رخام مصر يتصدر برة مشغول ومصنوع وجاهز للاستخدام وده إدى فرصة لتشغيل ناس تقليل استراد توفير عملة وفي نفس الوقت ارتفاع الزوق العام في الصناعة وصناعة الرخام مش كده وبس النهار ده الرئيس كان بيهتم بحاجة تاني خالص مخلفات عملية التصنيع لما يجي يعمل عملية نشر وعملية تكسير وعملية تصنيع بقى فيه الهدر بتاع الرخام أو الكسر بتاع الرخام أو الحبيبات الناتجة عن عملية التصنيع كل ده بنسميه مخلفات صناعية من صناعة الرخام هنعمل فيه ايه؟ بتلوس البيئة بصحة الناس بتعرق العمل فالنهار ده كان اجتماع الرئيس تخيله تخيله اجتماع الرئيس النهار ده رئيس الدولة مع المجموعة المختصة لإدارة منظومة المخلفات الصلبة ليس فقط في هذا المصنع أو في هذه المنطقة وإنهم على مستوى الجمهورية في الصناعات المسيلة يا جماعة احنا عايزين نفكر ونجري الأدام ده الرئيس بيدرب مثل يلا نتحرك هو انت مش كفاية بس اخطط واعمل طرق وقولهم يلا اشتغلوا اتطمن عليهم اشتغلوا ولا لا اتطمن عليهم نجح ولا اتطمن عليهم كسب ولا اتطمن علي صحتهم اتطمن علي أرباحهم هو ده اللي بيحصل وفي نفس الوقت المخلفات الموجودة لأنه في الآخر عبقى على الدولة المخلفات النهاردة يعني عملنا منظومة بتشيل يعني أو المخلفات الموجودة حوالي 300 ألف طن في اليوم 300 ألف طن يوم كل يوم عشان ندير هذه المنظومة ونعيد استخدامها يعني المخلفات دي يمكن استخدامها وضرورة استخدامها عشان بقاش فيه فقد على الاطلاق في المنظومة بتاعت الرخيات بقي ان تعرف حضرتك انه مصر عندها مشكلة كبيرة جدا في المخلفات سواء المخلفات المنزلية ولا الصناعية ولا الطبية ولا غيره والموضوع الحقيقة وزارة البيئة والدكتور عاسمين فؤاد بيقوموا في جهد خرافي في هذا الاطار يعني عندنا تقريبا تقريبا يعني ادي انفو جرافة هو توزيع نسبة المخلفات الصلوبة ونقف في اعداد 2017 عندنا حوالي الهدم والبناء يعني عندي صناعي حوالي كم في المية ابراهيم 35% مخلفات صناعية وعندي الهدم والبناء 28% وعندي المخلفات الاخرى زراعية وطبية وغيره باقي هذه النزل لكن عندي ارقام ادق من كده يعني عندي انه خلال عندي 13.8 مليون طن مخلفات منزلية شيلي يا وليد 13.8 في المية مخلفات منزلية اللي هي الانقاس في القمامة والزبالة بتاعت البيوت 13.8 مليون طن سنوي عندي المخلفات الطبية 3.4 مليون طن عندي المخلفات الصناعية حوالي 3 مليون طن او تحديدا 2.9 مليون طن مخلفات صناعية هذه المخلفات باجمال الزراعة بقى والصناعة والكذا وكذا تصل في بعض التقدمات لـ 90 مليون طن سنوية ادارة المخلفات صناعة صناعة المخلفات تحويل المخلفات الى وقود تحويل المخلفات الى ورق تحويل المخلفات الى أسمدة عضوية تحويل المخلفات كل ما هو مخلفات يمكن ادارته لكن العملية عملية اقتصادية يعني اكبر محافظة في مصر فيها مصانع لإدارة المخلفات هي الدقالية المنصورة 7-8 مصانع عملاقة لإدارة المخلفات وتصنيع المخلفات تحويلها لسمات لكن أنا المفروض زي موجودة البيئة تكلمت معنا اكتر مرة انه كل محافظة ولها سياق ولا طابع مثلا انا يمكن احول محافظة غربية القمام بتاعتها الى سمات ممكن محافظة تاني احول القمام بتاعتها الى وقود كل شيء وله طريقة تناسبه لتحول التحدي الى فرصة بعائد اقتصاد مش عايز اطول كتير لكن بقول لحضراتكم الشاهد مما اقول والشاهد من هذه الانشطة الرئاسية تابع معها بس يوم بيوم هتجد انه التفكير في طريقة ادارة المخلفات والتفكير في طريقة ادارة مخلفات الرخام وادارة منظومة الرخام وعدم السماح بالتصدير البلوكات دون تصنعها وفي نفس الوقت بدور على مركبات صديقة للبيئة تضرب بالغاز او الكهرباء حط ده جنب بعضه يعني لما تيجي تجمع الصور جنب بعض هيطلع لك لوحة في الاخر هو بناء الدولة ادارة الدولة مش بالنوم مش بالاحلام مش بالتحديات مش بالكلمات والانشيد والاغاني والشعارات وانما بالعمل والعمل لازم كل شيء يكون محسوب وكل شيء يكون مراقب